حطي كوباية عسل أبيض على كوباية رز واتحانيهم في الخلاط أو اضربيهم في الخلاط واشوفي كمية التواجن اللي هتعمليها أنا ما تخيلتش إن كوباية الرز دي وكوباية العسل دي تعملي كمية التواجن اللي انتوا هتشوفوها دي لا والتواجن كان شكلها بالشكل ده بجد الصعيدة هنا لازم يثبت وجودهم الناس اللي تفتكر المبروم الصعيدي هي شبيهة المبروم الصعيدي كده زي ما انتوا شايفين أنا جبت كوباية رز غسلتها كويس وفضلت نقعها ثلاث ساعات وبعد ما نقعتها ثلاث ساعات هحط عليها كوباية من العسل الأبيض عشان الفوائد بتاعت العسل الأبيض والنيشة بتاعت الرز وكمان الحليب الطبيعي وجبت لتر لبن طبعا أنا غالية أهو سخني بيغلي ده لبن جموسي أنا مشتريا من عند اللبان غاليته وأهو صفيته في المصفة كده عشان ما يبقاش في أي شوائن عايز أقول لك أكتر وجبة فيها قيمة غذائية لعيالك عسل بقى نحل طبيعي مع رز مع حليب طبيعي يعني حاجات كلها من خير الطبيعة تعالوا بقى وريكوا هنعمل إيه بعد كده حطيت الحليب والعسل والرز في حلة كبيرة عشان لسه الكمية دي هترمي معنا عندي هنا كيس من الفانيليا عشان لو اللبن لي ريحة الولاد ما بيحبوهاش فيضيع ريحة تمام وعندي معلقة كبيرة أو معلقتين كبار من الإشطة لو ما عندي كيش إشطة حطي معلقة كبيرة من الزبدة البلدي تمام أو الزبدة الصفرة بس قعد حطي سامنة السامنة هتغير طعمها خلص وعندي هنا لتر حليب أنا كنت غالية ومصفية وحطة في التلاجة سائع جدا هننزل عليهم بمعلقتين من النشا وهندوبهم كويس جدا عشان نوصل للقوام اللي احنا عايزينه قال ليه بكويس النشا في الحليب السائع بالشكل ده وبعد كده هنحطه على الرز والمقادير اللي احنا عملناها بعد ما خدت غلوة على النور وبعد ما خدت غلوة بالزبط قفلت النار وسبتها لمدة نص ساعة شربت الاشطة والحليب والعسل وبقت بالشكل ده هنزل عليهم بقى بلتر اللبن والنشا اللي احنا عملناهم مع بعض وبعد كده هجيب الهند بلندر اول خلاط هتضربيهم في الخلاط كويس جدا يا اما بالهند بلندر كويس جدا لحد ما تبقى عاملة زي زي العصير كده بصوا اهو والاشطة ظهرت من فوق الوش عندي هنا ثلاث معلق كبار من جوز الهند بتخليها في حتة تانية يا بنات قلبي بقى جوز الهند كده على الخليط اللي احنا تحنناه عشان نعمل احلى مهلبية رز بالعسل حاجة كده في حتة تانية بجد كل اللي هيدقها هيفتكر المبروم الصعيدي بتاع زمان الصعيدة متعودين عليه بصي قلبي الخليط كده وبعد كده هنجيب اوالب هنفضي فيها بصوا بقى الجميل قعدت بالزبط ونص ساعة في الفرن طلعت بالشكل ده دي اللون الجلد اللي انا قلتلكو هسيبها لكو كده هي سخنة انا مسكها بالعافية هي سخنة جدا دي بقى لو دخلت التلاجة كلي احلى مهلبية رز بالعسل حاجة كده في حتة تانية وكل اللي هيجربها هيدعي لي قيمة غزائية لاطفالنا طحفة يا بنات طبعا العسل الابيض انتو عارفين القيمة الغزائية اللي فيه والحليب البلدي وكمان النشط طبيعي اللي في الرز ما شاء الله ما فيش اي مواد صناعية فيها بصوك جمال طبعا احنا بنحبها ملسوعة كده من فوق الوش انت ممكن تعمليها لون الجلد ده لو انت بتحبها زينا عمليها زينا بس احنا بنحبها كده مجربوها مش هتندب ترجمة نانسي قنقر